هرجع تاني للنادي الاهلي الاهلي عنده مطش مهم جدا بكرة قدام سيراميكا والراجل ريح لعبته في المطش اللي فات اللي هو بتاع طلاع الجيش كسب الاهلي 2-0 مطش طلاع الجيش خد بالك الاهلي لعب ناقص لعبة كتير جدا اساسيين حتى في حراست المرمش انه وعلي لطف البديل بتاعه الاتنين مش موجودين لعب مصطفى شبير حمد هاني مش موجود علي معلول مش موجود محمد عبد المنعم مش موجود مروان مش موجود حمد مش موجود حسين الشاحات مش موجود كهربا مش موجود برسيتاو مش موجود اللعبة الاساسية كلها تقريبا في مطش الاهلي وطلع الجيش يمكن 8-9 لعيبة من الاساسيين مش موجودين حتى كهربا ما بازقش المباراة نزل في اخر المباراة اخر خمس دول الاخر عشر دقائق ورغم كده قدر النادي الاهلي ان يحقق الثلاث نقاط الشرط الاولاني كان شرط متواضع فنيا لكن في الشرط التاني بعد ما قفش قدر في اول دقيقة يحرز هدف مسير جدا لانه الهدف اصارته مش بس في شكله لانه استلم الكرة بخطأ من حرس مرمى الطلاقة محمد شعبان فاستلم الكرة ودسع عليها ولفت جسمه وشاطر حقيقة ولا اجمل بيجيب الجول الاولاني لكن طريقة احتفاله العادية يعني طريقة احتفال عادية جدا يعني عفوية بدأت ناس تهري فيها كتير واحنا بزمن الهري يعني هتلاقوا الناس محدش بيخش في صاميم القضايا وصاميم الموضوعات المفيدة ويتكلم ويحل ويبحث ويدقق ويطرح حلول ويتكلم ولأ الناس بتهري هتلاقى اللي بهري في احمد سعد لابس هدوم شفافة اصل ما عرفش مين اتطلقت من مين وكان ايه كان بكري ولا مش بكر اعمالها يشوف حاجات طبعا على السوشيال ميديا للأسف وبتتجرجر وراها البرامج في التلفزيون للأسف بشكل عجيب جدا فالراجل افشا احتفل احتفال عادي ابوه راجل بسيط قاعد في المدرجات فبيعمل له تحية ان هو يعني انا جبت جونه انت موجود ابوه بيحضرش كتير الماتشات يعني قال لك اصدر بعمل تحية هتلر افشا سيباك من افشا وضح وقال انا معرفش اصل ايه قصة هتلر ولا ايه الحزب النازي ده ولا ايه اللي كان بيحصل في القصة دي ولا يعني ايه ساميه اصلا راجل بتاع كورة ولا في دماغه السياسة وهري السياسة وكل الكلام ده انما احنا اتلاقي ناس تحب تهري جدا على السوشيال ميديا وناس تغزي حاجات زي دي والدرجة ان اتلاقي فيه ناس داخلة والدافع او ناس مش بتدافع عن افشا يعني انه زي افشا يعمل كده تنتقد افشا انه زي يعمل كده ونروح للفيفا اصلا فيه العيب في اليونان عمل ايه وكأنه يعني مع انه افشا لا علاقة تلاق بكل الامور السياسية دي وكأن الناس اللي بتكتب كده يعني هل هتحارب وتدافع عن السامية حاجة بشوفها الحقيقة عجيبة جدا جدا وتحتاج تسقيف يعني لازم الناس تبقى فاهمة باستمرار هي بتتكلم عن ايه هي القصة ان انت توقف افشا وهدفك توقف النشاط في النادي الاهلي يعني هدفك اللي بخش يكتبه هذا الكلام يعني هم هدفة يخلصوا على افشا واجري يوقف النشاط في النادي الاهلي اصبح حصل في اليونان ايه والنادي حصل في ايه واللعاب الفلاني واللعاب الترتاني والكلام ده هو ده الهدف مهما كان التمن ومهما كان انت بتدفع عن ايه اصلا وانت مش فاهم وبعدين اذا انت مش قادر على الاهلي يعني انت مش قادر على الاهلي انك تكسبه توقف النشاط ما تشتغل واكسب الاهلي اشتغل عادي في الملعب وروح اكسب الاهلي ودغدغه كمان اذا كنت تقدر يعني الكرة كده والرياضة كده يعني عايز تبقى متصدر اكسب لكن ما تخشش في حوادث وهري وقفش الحقيقة لا علاقة له بهذا الموضوع وده من الحاجات اللي بتوريك قد ايه الناس بتترك الملعب والكرة والشغل اللي في الملعب وتمسك في حاجات ملهاش معنا ترجمة نانسي قنقر